وللمزيد حول تسلم مصر رئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي لاجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود دعني في صورة هذا الحدث وأبرز ما به من ملفات في هذه الرئاسة المشتركة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي لللجنة التنسيقية لمكافحة الإرهاب أهلاً وصهلاً بكم وبكل أستاذ المشاهدين نرحب بحضراتكم ونتابع معكم الاجتماع التنسيقي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تتسلم فيه مصر رئاسة هذا المنتدى خلفاً للمملكة المغربية وبالتعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي بدأ الاجتماع صباح هذا اليوم وبدأت مراسم التسليم بحضور السفير سامح شكري وزير الخارجية وممثل الاتحاد الأوروبي وممثل المملكة المغربية في بداية المراسم كانت هناك كلمة للسفير سامح شكري وجه فيها الشكر للمملكة المغربية على جهودها خلال فترة توليها رئاسة المنتدى ثم أكد على أن مصر تتعهد بمواصلة هذه الجهود لمواجهة ظاهرة الإرهاب ومكافحة العنف في العالم خاصة في القارة الإفريقية وأن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية فيما يتعلق بظاهرة الإرهاب أثرت على الدول النامية فهذا يعني يحتم علينا تعزيز أطر التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة وأكد أن مصر ستعمل على دراسة عدد من الموضوعات خلال فترة توليها لرئاسة المنتدى للعمل على مكافحة الإرهاب في العالم وخاصة في القارة الإفريقية ثم كان هناك كلمة لممثل الاتحاد الأوروبية أكد على أن ظاهرة الإرهاب وخطورتها في القارة الإفريقية تحتم علينا التركيز على أهداف المنتدى وتعزيز الأهداف الاستراتيجية للمنتدى للقضاء على ظاهرة الإرهاب وأيضا التأكيد على ضرورة إشراك عدد كبير من الشركاء خاصة من المجتمع الدولي للاستفادة من هذه الخبرات الدولية للعمل على القضاء على ظاهرة الإرهاب ثم بدأ الاجتماع المغلق لدراسة عدد من الموضوعات في بداية هذه الدورة التي تسلمت رئاستها مصر المنتدى العالمية لمكافحة الإرهاب تأسس عام 2011 ويضم 30 دولة كل الدول تقديم كل الجهود الدولية للعمل على مكافحة الإرهاب في العالم وخاصة في القارة الإفريقية وخلال العامين السابقين عملت المملكة المغربية جهودا لمكافحة هذه الظاهرة وأيضا أكد ممثل الاتحاد الأوروبي أن خلال فترة أو منذ تأسيس المنتدى المنتدى أصدر ما يقرب من 36 وثيقة تتضمن الجهود التي بذلها المنتدى خلال هذه المدة لمكافحة ظاهرة الإرهاب وأيضا تم التأكيد على أن الشراكة ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في رئاسة هذه الدورة يتؤكد على قوة العلاقات والتعاون الشديد ما بين مصر والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات لكن خاصة في هذا المجال تحديدا وهو مكافحة الإرهاب فسيتم تعزيز أطر التعاون وسيتم تقديم كل الخبرات وكل الجهود بين مصر والاتحاد الأوروبي للعمل على مكافحة ظاهرة الإرهاب خلال فترة رئاسة مصر والاتحاد الأوروبي لهذا المنتدى التي بدأت من اليوم وستنتهي في عام 2025 هذه هي كل التفاصيل الخاصة بتسلم مصر لرئاسة المنتدى العالمية لمكافحة الإرهاب الآن عودة إليكم مرة أخرى